جاية ان شاء الله نسمع دكتور حسين هيولي ونرجع لحضورة التانية طبعا برحب أستاذنا الكبير الدكتور كمال درويش ازاك دكتور كمال ربنا يديك الصحة والعافية بداياتي في العمل أو علاقتي بأستاذنا دكتور كمال درويش دي ممكن تتعمل في كتاب يعني ليه أنا؟ أنا بيطلق علي الإبن البكر دكتور كمال درويش دكتور كمال درويش أول من أخذ بيدي في بدايات عملي في المجال الأهلي وكانت صدفة كده وأنا خارج من كلية وهو خارج من كلية بالعربية رايح فيني يا حسين ومروح قال لي لا تعال معي ورحنا على نادي الزمالك وده كان بداية عملي في نادي الزمالك في بعض الأعمال والمسؤوليات في المجال الإدارة قبل التحاقب كمسؤول مع الدكتور محمد الحمحمي في إدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك وتوليت إدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك منذ عام 83 الدكتور كمال درويش زي ما قلت هو بالنسبة لكتاب كبير كتاب حياة لأني تعلمتي منه كتير بداياتي معاه وحتى الآن من 45 سنة وأنا ملازم ومزامل لأستاذنا الدكتور كمال درويش في حياته العلمية والعملية استفدنا منه كتير جدا الدكتور كمال درويش بيجمع بين العلم والحياة والعمل في آن واحد خبرات على مستوى عالي جدا وصعب جدا أو يخسر أنه اللي ممكن يبقى جنب الدكتور كمال ولا يستفيد منه الدكتور كمال كان مشرفي في رسالتين المجسير والدكتوراه دكتور كمال أول من رشحني في إدارة النشاط الرياضي بنازل زمالك أول من رشحني لتولي مسؤولية قطاع التربية الرياضية الأخير اللي كان أستاذنا هو رئيس لهذا القطاع قبل ثلاث سنوات فالأمور ارتباطي بالدكتور كمال درويش مش ارتباط أستاذ وتلميذ لا ده ارتباط جامد جدا جدا روحاني أولا دكتور كمال درويش احنا ممكن نقول عليه أكاديمية جامعة بحالها متحركة كثير من الخبرات المترقمة حكيم في قراراته استشارة الواحد من الدكتور كمال في حياته الخاصة أو في حياته العبلية ده من لم يفعل ذلك فهو خاسر أنا بقول لدكتور كمال ربنا يديك الصحة والعافية دكتور كمال ومزيد من العطاء لعطائك الدائم وربنا يبارك لنا في صحتك وعافيتك وتحياتي لكم جميعا هتقول لي الدكتور حزيني تفجئتي بياح ما عرفش ده ما احنا نفاجع كنسة بحاجاتك